أمازون طبعاً وبخطوة مهمة للأمام وافقت السلطات الأمريكية على أن تستخدم شركة أمازون الطائرات المسيرة بدون طيار أو لدرونز بتوصيل الطلبات إلى العملاء وعلى الرغم من أنه استخدام هاي التكنولوجيا على نطاق واسع ما زال أمر بعيداً جداً لكن قالت أمازون أنه سلطة الطيران الاتحادي الأمريكي وافقت في مطلع الأسبوع الحالي على برنامج أمازون لاستخدام الطائرات المسيرة على أساس عوامل السلامة اللي قدمتها الشركة إليها وستقرب هذه الموافقة الشركة الأمريكية من تحقيق هدفها وهو استخدام لدرونز أو الطائرات المسيرة ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات للعملاء في مختلف أنحاء العالم في يوم من الأيام فمثل ما عم نشوف يعني فيه اختلاف الآن بتوصيل الطلبات المنافسة كلمالة عم بتزيد وأكيد يعني أمازون هي عملاقة التجارة الإلكترونية الهدف من هذا الموضوع هو توصيل الطلب للعمل خلال 30 دقيقة فقط في المستقبل يعني ما بعد فلوين بدنا نوصل علي عطيني رأيك بالموضوع يعني 30 دقيقة أنت تطلب هلا بعد نص ساعة يوصلك طلبك من أمازون والله شيء ما بدو علي ما شكله ما بدو لا 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 طلاء لا لا تكثك أولد تكثك المتعابية طلعا طلعا أه وأنا دهمتك بسؤال مرة واحدة يعني إن أمازون يسرعون ديليفري سير صح عندهم وعندهم عملوا هذا الموضوع بس تخيل أنت درون أنه يجي لعندك ووصل لك الطلب هل تثق بالدرون أنه يوصل لك طلبك درجة أولى صراحة إذا مسهلون عليه الأمر وأسرع يعني عندك ثقة أنه ممكن ما يجي طلب مكسور أو كذا وإلى آخر إذا مكسور لازم يكون في ديسكليور أنه إذا أي شيء هل أكيد حتراجع مع أمازون ما أتوقع فيهاي ولكن هل بتتوقع أنه فعلا الدرون يعني يكونوا أكثر فعالية من مثلا الأشخاص اللي بوصلوا الدليفري يعني مثلا على ممكن small packages ما أتوقع أصلا أنه يكون فيهم يحملوا وزن كبير شيء بسيط أوكي يعني عندي مثلا هذا مثلا أنا جيمر ربي اللعبة من بلاستيشن بس يجي عيد ميلاده مشان ناس تهدي يعني تعرفوا شيء بتيوب فأي يعني لهذه الأشياء أوكي إنه مرحبا يعني وبعدين فكرة أصلا أنه توصيل يعني الطلب خلال نصف ساعة بتوقع أنه شيء مذهل فعلا يعني نحنا فعلا نحنا فعلا نحنا في يعني مواقع للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تحديدا مثلا بتطلب اليوم بيقول لك أنه إذا بتطلب قبل الساعة 12 مثلا بيوصل لك الطلب قبل الساعة 7 مساء ولكن بعض نصف ساعة أنه يكون عم بطلب يجيني الطلب بتوقع يعني بالضبط منافسي جدا قوي ولكن أنا بقول أنه كمان هاي الأمور عم تلعب علينا نحنا كأفراد بشكل كتير كبير صار بدنا كل شيء بسرعة صرنا متعودين أنه بدنا كل شيء بسرعة إنترنت فائق السرعة لما منفتح مثلا أي شيء لك وأن نحنا طالعين لايف على إنستجرام طالعين لايف على يوتيوب على تويتر على الوبسايت والأبليكيشن بسرعة عالية جدا فصار الواحد إذا شوي الوبسايت عمل لود أو كان بطيء الناس بتملوا بتطلع منه بسرعة بالضبط فالمنافسة عم بتكون جدا جدا عالية بين الأمور التكنولوجية ومواقع التجارة الإلكترونية وكل المواقع بالتكنولوجيا أتوقع بالضبط يعني يعني وانك سؤال دعوت على شيء لازم حين نفسنا يعني مثلا إذا بطلب شيء وبيتأخر ما قدر ما استحمل يعني أتنرفه نفسيتي خلاص ما أعرف إذا هذا شيء إيجابي ولا سلبي خبرونا نحن طالعين لايف على إنستجرام إذا بتشوفوا إنه هذا الشيء إيجابي أو سلبي اللي هو إنه خلاص بدنا كل شيء يصلنا بسرعة بسبب الإنترنت فائق السرعة بسبب مثل هاي الميزات اللي عم نشوفها مثل أمازون إنه بتطلب الآن بيوصلوا لك بعد 30 دقيقة وغيرهم